ممكن طبعا الخبر اللي معانا دلوقتي وممكن طبعا من استكمل جميع أخبارنا الكاف يدرس إلغاء إحدى بطولات الأندية ممكن طبعا كشف كمان موقع لـ 360 سبور المغربي من مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن اتخاذه قرارا بإلغاء إحدى البطولات الخاصة بالأندية في الفترة القادمة ويمكن ان شاء الله ستقام أربع بطولات للأندية تحت مضالة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكمفدرالية الأفريقية والبطولة المستحدثة في الموسم الماضي دوري السوبر الأفريقي دوري الأفريقي وبالإضافة طبعا لكأس السوبر الأفريقي وفقا للموقع المغربي في أن الكاف هيتجه لإلغاء مسابقة كأس الكمفدرالية الأفريقية في الفترة المجبلة ويكمان وضح أنه هذا القرار من الكاف يعني هيأتي من أجل أعطاء الأولوية لمسابقتين سواء طبعا دوري أبطال أفريقي أو دوري السوبر الأفريقي وزيادة طبعا الأندية بالدعم المالي الكافي ويمكن طبعا بطولة الكأس الكمفدرالية الأفريقية حصل عليها الأهلي طبعا من قبل عام 2014 كان طبعا من الزكريات الحلوة طبعا 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 مهم جدا خلي بالك يا أحمد كمان كنا بنتكلم على البطولات المتتالية وقد إيه اللاعبين الحقيقة بيخشوا الموسم عندهم كم من المباريات الكبيرة جدا وخاصة النادي كبير زي النادي الأهلي بيخش في السنة الواحدة ب 7 أو 8 بطولات أعتقد شيء جيد أنه ممكن جدا يكون بس الكمفدرالية يعني بطولة أو كاس مميزة تعندك في أوروبا الكمفرنس ليج ويوروبا ليج بتالي الدولة الأفريقية هو يمكن شوية هو اللي عليه علامة السلطان وبعدين أنت بتكلم هنا فكرة عدم التعارض بين الأندية المشاركة عفيش ندي بيشارك في الكمفدرالية بيشارك في نفس الوقت في الكمفدرالية أو في الكاس الكمفدرالية مساحة المشاركة الأندية أنت النهاردة كان مثلا مع الدولي المصري بيبع عندك أول وثاني بيلعبه في تشامبيونز ليج في فرصة للتالت ورابع بيلعب في الكمفدرالية صحيح أعتقد برضو أعتقد أنه القرار ممكن يكون محل دراسة شوية صحيح